غالباً ما يكون الأطفال هم أول الضحايا وأكثر من يدفع الثمن في حالات الطوارئ الإنسانية وفي هذه المواقف تتمتع الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل بسجل حافل في قدراتها على تنفيذ استراتيجيات الوقاية الثانوية أو الوقاية من الدرجة الثالثة تتناول الوقاية الثانوية مصدراً محدداً للتهديد و أو نقاط الضعف المحددة لدى الأطفال الذين تم تحديدهم على أنهم معرضون بشكل خاص للأذى في حين تستهدف الوقاية من الدرجة الثالثة الأطفال الذين تعرضوا بالفعل للأذى وهي تهدف إلى التقليل من الآثار طويلة المدى لذلك الضرر على الطفل فضلاً عن تقليل فرصة تكراره مرة أخرى مستقبلاً ومع ذلك لم يتم الاستثمار بشكل كاف في آليات الوقاية الأولية والتي تسعى لمنع ضرر قبل حدوثه على نطاق واسع من خلال معالجة الأسباب الجذرية لذلك الضرر على مستوى السكان تعتبر الوقاية الأولية أمراً بالغاً أهمية في البيئات الإنسانية وذلك لثلاثة أسباب رئيسية أولاً ثمة مسؤولية أخلاقية تقع على عتقنا لوقاية الأطفال من الأذى كلما أمكننا ذلك ليس من المناسب ولا هو من مصلحة الطفل أن يتم انتظار حدوث ضرر ما يمكننا بالفعل منع حدوثه وعدم فعل أي شيء قبل ذلك لذلك فإن الاستثمار في الوقاية الأولية من شأنه أن يقلل من الموارد التي ستتطلبها لاحقاً الوقاية الثانوية أو الوقاية من الدرجة الثالثة وكذلك كلفة التدخلات العلاجية في المستقبل ما من شأنه ضمان الاستدامة وتحسين الآثار طويلة الأمد للاستجابات الإنسانية تؤدي الوقاية الأولية إلى زيادة فعالية تدخلات حماية الطفل ولسيما من حيث التكلفة وهو ما يسمح بتوظيف الموارد المتاهة على نطاق أوسع تظهر البيانات المستخدصة من القطاعات الأخرى مثل قطاعي الصحة العامة والتعليم أن التدخلات الوقائية المبكرة يمكن أن تكون أكثر كفاءة وأكثر فعالية من حيث التكلفة من محاولات التعويض عن التقاعص عن العمل لاحقاً لمزيد من المعلومات عن حماية الطفل في العمل الإنساني يرجى زيارة موقع تحالف حماية الطفل في العمل الإنساني ترجمة نانسي قنقر